بسم الله الرحمن الرحيم شرح لمادة الأورغانيك كيمستري 2 لقسم الصيدلة المرحلة الثانية شرح اليوم حول موضوع الحوامض الكاربوكسيلية كاربوكسيلك أسيت عادة الحوامض الكاربوكسيلية عبارة عن مركبات عضوية تحتوي على المجموعة الوظيفية هي مجموعة الكاربوكسيل والتي تتألف بشكل أساسي من ارتباط مجموعتين وظيفيتين هما مجموعة الهيدروكسيل OH المرتبطة بشكل مباشر مع مجموعة الكاربونيل CWO والحوامض الكاربوكسيلية تعتبر صنف متواجد بكثرة في المركبات الطبيعة وموجود في الطبيعة النوتر وهو عبارة عن صنف من المركبات العضوية التي يمكن تمثيلها بثلاثة أشكال وهو الشكل الأول R CWO OH والشكل الثاني هو R C O O H أما التمثيل الثالث هو R C O 2 H الحوامض الكاربوكسيلية الطبيعة طبعا كثير من الحوامض الكاربوكسيلية هي موجودة في مركبات طبيعية في الطبيعة النوتر مثلا موجودة بكثرة في الفرويد وكثيرا ما تعتبر مركبات عضوية تم عزلها من الطبيعة تم عزلها من الطبيعة بكثرة مثلا الحوامض الكاربوكسيلية الغذائية هي موجودة في الحمضيات الفواكه الحامضة وموجودة في الحليب الغير صالح للإستخدام يعني الحليب المتفسق أو الفاسد وعادة يكون طعمه حاد مثل اللاكتك أسيد اللي هو السور ميال والسيترك أسيد الموجود في الليمون تسمية الحوامض الكاربوكسيلية عادة توجد نوعين من التسمية الحوامض الكاربوكسيلية بصورة خاصة التسمية الشاعة والأيوباك سيستم التسمية حسب نظام الأيوباك الكمون نيم عادة هو تطلق على الحامض الكاربوكسيلي المشتق من التسمية اللاتينية والذي يشير إلى المصدر الطبيعي الأصل الحامض الكاربوكسيلي مثال على ذلك بعض الحوامض الكاربوكسيلية الموجودة على جهة اليسار وفي المنتصف المصدر الطبيعي وعلى الجهة اليمين هو الكمون نيم فالحامض الذي يحتوي على ذرة كاربون واحدة هو مشتق من الانتس ويسمى الفورمك أسيد والCH3COOG موجود ومصدره الفينجر الخل ويسمى الأسيتك أسيد البروبيونيك أسيد موجود بالبيسيك فات في الدهون الأساسية حامض البيوتريك أسيد موجود بالرانسيد بوتر أي الزبدة المتعفنة أو المتفسخة أو الحامضة ويسمى الحامض الكاربوكسيك أسيد الموجود في الحشبة الحشيشة والكابروك أسيد الموجود في الكابر ويسمى الحامض الكاربوكسيلي حسب الكمون نيم بإضافة السفكس اللاحقة الحامض الكاربوكسيلي حسب الحامض الكاربوكسيلي حسب الحامض كاربوكسيلي يحتوي على ذرة كاربون واحدة البريفكسية الفورم نضيف إلى الإي سي يسمى الفورميك أسيد وهكذا على البقية الإي سي يسمى أسيتك أسيد البروبيونيك أسيد البيوتريك أسيد الفالوريك أسيد الكابروك أسيد والبنزويك أسيد اللي هو أروماتي هي عبارة عن تسميات شائعة كمون نيم لحامض الكاربوكسيليا ونستدل عليها من المقطع الإي سي أسيد دلالة على التسمية الشائعة الآن نأتي إلى التسمية النظامية ونأخذ الأليفات الكاربوكسيليك أسيد الحامض الكاربوكسيلي الأليفاتي طبعا نختار أطول سلسلة كاربونية من الحامض الأليفاتي ونضيف السيفكس ال-O-I-C أسيد إلى الإسم النظامي أو ال-Parent Hydrocarbon يعني الهيدروكربون الأصل أو الأم نضع في نهاية المقطع ال-O-I-C أسيد مثال على ذلك ذرة كاربون واحدة حامض كاربوكسيلي يحتوي على ذرة كاربون واحدة مشتق من الألكان الميثان فنحذف الأي ونضيف ال-O-I-C فيسمى الميثانوك أسيد وكذلك البقيل مثل إيثان يسمى الإيثانوك أسيد وعليه فالإسم الذي ينتهي بال-I-C أسيد هذا تسمية شاعة أما الإسم الذي ينتهي بال-O-I-C أسيد فهذه تسمية أيوباك تسمية نظامي الآن نأتي إلى تسمية الحوامض الكاربوكسيليا المعوضة نتبع أربع خطوات الخطوة الأولى نشخص ال-Parent Name السلسلة الأم والتي تحتوي على الكاربوكسيلي group على مجموعة الكاربوكسيلي اثنين نرقم السلسلة من الضرف الأقرب إلى مجموعة الكاربوكسيلي بحيث ذرة كاربون مجموعة الكاربون في الكاربوكسيلي تأخذ الرقم واحد الثلاثة Identify نشخص المعوضات أو المجاميع المعوضة على السلسلة ونحدد Locator المواقع المجاميع المعوضة وأربع Orange نرتب تسمية المجاميع المعوضة حسب ال-Alphabetical Order حسب الأبجدية الإنجليزية النظامية نأخذ Example وهنا نأخذ المونو كاربوكسيلي يعني حامض كاربوكسيلي يحتوي على مجموعة كاربوكسيل واحدة ويحتوي على معوضات نفس same sequence نفس التسميات أو نفس التتالي أو التعاقب في التسمي مثال على ذلك المركب أمامنا على الشاشة يحتوي على مجموعة الكاربوكسيلي و سي الكاربون تأخذ رقم واحد وهنا نلاحظ وجود ثلاثة مجاميع معوضة في الموقع الثنين مثل موقع ثلاثة فورميل موقع أربعة الفنر وكما ذكرنا سابقا حلقة البنزين إذا جاءت معوضة تسمى الفنر أما البارنت نيم فهو بيوتانوك أسد بيوتانوك الذي يتكون من أربع ذرات كاربون وعليه يسمى حسب الألفابتك يسمى ثلاثة فورميل اثنيا مثل أربعة فنر بيوتانوك أسد مع ملاحظة وضع خط أو شارحة ما بين رقم وكلمة و فارزة ما بين رقم ورقم كثير من الطلبين يسألون ما معنى المصطلح الفورميل الفورميل هو يدل على الألدهايد يدل على الفورمالدهايد وحذف هيدروجين سمي الكيل على وزن الكيل فورميل مجموعة الفورميل هي مشتقة من الألدهايد الفورمالدهايد وبما أنه جاءت معوضة وليس بيزيك أساسية تسمى فورميل اثنين التسمية النظامية للسيكل الكاربوكسيليك أسد للحوامض الكاربوكسيلي الحلقية وهي عبارة عن حوامض الكاربوكسيلي تكون مجموعة الكاربوكسيلي مرتبطة بشكل مباشر بالورنج بالحلقة هذه تسمى بإضافة السيفكس اللاحقة كاربوكسيليك أسد إلى السيكلو الكان أو الأرين إذا كان أروماتي وهنا لابد أن نشير إلى نقطة وهي ذرة الكاربون مجموعة الكاربوكسيلي لا ترقم ولا تأخذ الرقم واحد وإنما الرقم واحد يبدأ من الحلقة بداخل الحلقة يعني رقم واحد يأخذ ذرة الكاربون في الحلقة المرتبطة بالمجموعة الكاربوكسيلي والمثال التالي يوضح ذلك المركب على جهة اليسار هو عبارة عن السيكلوهيكسان كاربالديهايد وعبارة عن ألديهايد المثال التالي يوضح ذلك على جهة اليسار وعبارة عن ألديهايد حلقي سيكلوهيكسان كاربالديهايد يتأكسد بعمل مؤكسد بوجود أجل أسوفور يتحول إلى الكاربوكسيل المقابل ويسمى سيكلوهيكسان كاربوكسيليك أسد أما في حالة حوامض الكاربوكسيلي الحلقية المعوضة فأيضا مجموعة الكاربوكسيل لا ترقم وإنما ترتبط بذرة الكاربون تأخذ رقم واحد في الحلق مثال على ذلك حلقة مرتبطة بـ OH معوضة بالOH في ذرة الكاربون المرتبطة بالمجمعة الكاربوكسيل تأخذ رقم واحد والOH في الموقع الثلاثة فيسمى ثلاثة هيدروكسي سيكلوهيكسان كاربوكسيليك أسد أما البنزوك أسد فيسمى بنزين كاربوكسيليك أسد البنزوك أسد هذه تسمية صحيحة والتسمية الأصح هو البنزين كاربوكسيليك أسد وبما أنه تطرقنا إلى الحومض الكاربوكسيليك الأروماتية لنأخذ الحومض الكاربوكسيليك الأروماتية المعوضة وهنا تعتبر مشتقات من البنزوك أسد وهنا نرقم الحلقة حساسها باتجاه من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين حسب المجموعة المعوضة الثانية لكن مجموعة الكاربوكسيليك تأخذ الرقم واحد هنا المثال على الجهة اليسار البارت نيم هو البنزوك أسد يعني الجزئة الأم هو البنزوك أسد وعندنا اثنين من المجموعة المعوضة في الموقع ثلاثة هيدروكسي والموقع أربعة مثل فالمركب يسمى ثلاثة هيدروكسي أربعة مثل البنزوك أسد أو يسمى تسمية أخرى ثلاثة هيدروكسي أربعة مثل بنزين كاربوكسيليك أسد كلاهما صحيح المركب الثان على الجهة اليمين البارت نيم هو البنزوك أسد لدينا ثين من المجموعة المعوضة في الموقع الثنين الفورميل والموقع الخمسة النايتروفي يسمى 2 فورميل 5 نايترو بنزاوك أسيد أو يسمى 2 فورميل 5 نايترو بنزين كاربوكسيليك أسيد الآن يأتي السؤال لماذا المثال على جهة اليسار تم الترقيم باتجاه أقرب الساعة بينما المثال على جهة اليمين الترقيم كان عكس أقرب الساعة سبب في ذلك حتى تأخذ المجامع المعوضة أقل الأرقام في الحلق الآن نأخذ التسمية النظامية للديكاربوكسيليك أسيد لدينا الحمض الكاربوكسيليك يحتوي على 2 من مجاميع الكاربوكسيليك المعوضة والتسمية هو بإضافة السفيكس اللاحق الدايوك أسيد إلى البارنت نيم والدايوك يدل على الداي يدل على 2 من المجامع المعوضة في السلسلة الأم وهي مجامع الكاربوكسيليك المثال على ذلك جدول يحتوي على مجموعة من الحوامض الداي كاربوكسيليك وهو الإيثان دايوك أسيد والبروبان دايوك أسيد ديوتان دايوك أسيد دنتان دايوك أسيد هكسان دايوك أسيد وهيبتان دايوك أسيد هاي السيستيماتيك نيم التسمية النظامي بينما الكمون نيم هو الأوكزاليك والمالونيك السكسينيك قلورتارك أدبك والباي مالك أسيد هذه تسمية الشاع والتركيب على جهة اليمين ما يقابلها تركيب الحامض المقابل وهنا الاختلاف فقط في ذرات الكاربون الآن نأخذ التسمية النظامية للداي كاربوكسيليك أسيد المعوض وهنا لدينا أربعة خطوات الخطوة الأولى نشخص ونحدد البارتني السلسلة الأوم التي تحتوي على التو كاربوكسيليك أسيد ونضيف السيفيكس الدايوك أسيد إلى نهاية الاسم هاي واحد اثنيا نرقم السلسلة بحيث تأخذ هذه المجامية المجاميع اللوست بوزبل أدرس نمبر يعني أقل الأرقام المحتملة وأربعة نرتب المجاميع المعوضة حسب الألفابيتيكل مثال على ذلك المثال في الأسفل على جهة اليسار يتكون من خمسة ذرات كاربون السلسلة خمسة ذرات كاربون ذلك يسمى البنتان واثنين مجامع كاربوكسيل يسمى البنتان دايوك أسيد المجاميع المعوضة في الموقع اثنين هو الأثل في الموقع الثلاثة هو المثل ويسمى اثنين أثل ثلاثة مثل بنتان دايوك أسيد أما المثال على جهة اليمين فالترقيم يبدأ بالأكس من اليسار إلى اليمين فيسمى أربع أثل ثلاثة مثل بنتين اثنين دايوك أسد أو نقول بنت اثنين دايوك أسد الثنين تدل على موقع الآصر المزدوجة أسلماذا سلمينا من اليسارة لليمين لأن الآصر المزدوجة تأخذ الأولوية في الترقيم هنا التسمية النظامية السيكليك دايكاربوكسيلك أسد يعني الحمض الكاربوكسيلي ثناية الكاربوكسيلي الحلقية الحلقية سواء كانت ألفاتية أو أروماتية وتتم بإضافة السيفيكس دايكاربوكسيليك أسد إلى البارنت نيم مثل سايكلو ألكان دايكاربوكسيليك أسد أو أرين دايكاربوكسيليك أسد والأرين يعني حلقة أروماتية أما ترقيم الحلقة فيتم بحيث تأخذ المجاميع المعوضة أقل الأرقام أو تأخذ مجاميع الكاربوكسيل أقل الأرقام مثال على ذلك المثال أول على جهة اليسار في الأعلى عبارة عن سايكلوهكسان 1-2 دايكاربوكسيليك أسد وال1-2 تدل على وجود مجموعة الكاربوكسيل في الموقع 1 والموقع 2 المثال على جهة اليمين يسمى سايكلوهكسان 1-3 دايكاربوكسيليك أسد المثال الثالث على جهة اليسار في الأسفل يسمى 4 مثل بنزين 1-3 دايكاربوكسيليك أسد أما المثال الأخير فيسمى 4 مثل بنزين 1-2 دايكاربوكسيليك أسد الآن نأتي إلى البروبرتيز أو في كاربوكسيليك أسد خواص الحوامض الكاربوكسيل طبعا نأخذ الخواص الفيزيائي والخواص الفيزيائي لهذه الحوامض تحددها مدى استقطابية الآسرة في مجموعة الكاربوكسيل وقابليةها على تكوين أواصر هيدروجينية وبالتالي نجد أن الحوامض الكاربوكسيل تغلي في درجات حرارة أعلى من الكحولات والكيتونات والألدهايدات التي لها نفس الوزن الجزائي وكما ذكرنا سابقا فإن درجة الغليان العالي الحوامض الكاربوكسيل يعزى إلى قابليتها على تكوين أشكال مستقرة بسبب الأواصر الهيدروجينية لنأخذ مثال على ذلك المثال الأول على جهة اليسار هو عبارة عن الكين ثين مثل واحد بيوتين درجة الغليان له 31 الذي بعده هو بيوتانون ثين بيوتانون كيتون عفو كيتون أليفاتي بيوتان نون ثين بيوتانون المثال الذي بعده هو بيوتانون الكحول الكحول الثانوي وأخيرا البروبانوك أسيد هذه أوزانها الجزائية متقاربة مع بعضها البعض ونجد أن الحمض الكاربوكسيلية درجة غليانه 141 أعلى هنا زيادة الترنت أو التسلسل أو مستوى الزيادة في درجة الغليان يبدأ من اليسار إلى اليمين السبب هو واضح في الأسفل سببه التداخل التركتيف فورس قوة التداخل ما بين الجزائات في الحمض تكون قوية وبالتالي هي تمسك الجزائات مع بعضها البعض الآن نأتي إلى حمضية الحمض الكاربوكسيلية عادة الحمض الكاربوكسيلية تنفصل إلى الأنيون مجموعة الكاربوكسيلية الأنيون ذات الشحنة السالبة وهيدروجين الذي يسمى البروتون حسب ما واضح في المثال هذا التفكك هو انعكاسي بمعنى له كي اي الأسد تسوشياتشن كونستانت ثابت تفكك الحامض ويساوي النواتج على المتفاعلات فإذا كانت قيمة الكي اي عالية يكون الحامض سترونك وإذا كانت قيمة الكي اي لواطئة فيكون ويك اسد حامضية ضعيفة وهو عكس قيمة البي كي اي بي كي اي تساوي ناقص لغرتم الكي اي فكلما زادت قيمة البي كي اي انخفضت قيمة الحامضية لنأخذ تأثير المجامع المعوضة على الحامض الكاربوكسيدية الأليفاتية وعادة الحامض دسوشيات تنفصل الى كاربوكسيدية انيون انيون الكاربوكسيدية السالب وبروتون لذلك اي فكتورز اي عوامل تعمل على استيبيلتي استقرارية الشحنة السالبة فهي سوف تعزز من ثابت التفكك وبالتالي تزيد من الحامضية مثال على ذلك مثانوكسيد البي كي اي له 3.8 بينما الهيبتانوكسيد قيمته 4.9 نلاحظ زيادة البي كي يعني انخفاض في الحامضية ما هو السبب هنا سبب تأثير التأثير الدافع للألكترونات والمتمثل بزيادة طول السلسلة وهذا التأثير يسمى التأثير الحثي بينما في هذا الجدول نجد ان قيمة البي كي اي تنخفض من الاعلى الى الاسفل بمعنى كلما نزلنا الى الاسفل تزداد الحامض مثل اي ثانوك اسيد قيمته 4.7 والميثوكسي اي ثانوك اسيد الذي يحتوي على مجموعة الـ CH3O 3.6 والمثال الاخير هو نايترو اي ثانوك اسيد الذي يحتوي على مجموعة الـ NO2 1.7 السبب في ذلك وجود المجاميع الساحبة للألكترونات الـ EWG وجود المجاميع الساحبة للألكترونات في الحلقة تعمل على زيادة الحامضية كيف تعمل على زيادة الحامضية لان المجاميع الساحبة تعمل على على انتشار الشحنة السالبة لمجموعة الكاربوكسيليت وبالتالي تعمل على زيادة الاستقرارية بمعنى اخر تؤدي لتكوين اشكال مستقرة وعليه فان الحامضية تزداد بوجود مجاميع ساحبة للألكترونات في الحامض الكاربوكسيلي بمعنى اخر المجاميع الساحبة تسحب الكثافة الألكترونية مجموعة الكاربوكسيليت وبالتالي تعمل على تماسك ضعيف مع البروتون وبالنتيجة سهولة اطلاق وفقدان البروتون الموجب وفي هذا الجدول في الاسفل يوضح الايفكت تأثير الهالوجين الهالوجينات في الموقع الفا والموقع الفا هو ذرة الكاربون المرتبطة بذرة الكاربون مجموعة الكاربوني مجموعة الكاربوكسيلي ذرة الكاربون الكاربوني لا ترقم وانما نحسب من الكاربون اللي بعتها تسمى الفا ونجد ان الحامض الكاربوكسيلي الذي يحتوي على الفلور له قيمة البيكاي 2.6 بينما الذي يحتوي على الكلور والبروم 2.9 السبب في ذلك لان الفلور اكثر سالبية كهربائية من بقية الهالوجينات وبالتالي له القابلية على سحب الكثافة الالكترونية اكثر وزيادة الحامضية وعليه فان الالفا هالوجين جروب تعمل على انكريز الاسيدتي زيادة الحامضية بزيادة الالكترونيغاتيف بزيادة السالبية الكهربائية وبالنتيجة فان زيادة الحامضية مع زيادة السالبية الكهربائية الهالوجينات تتأتى من زيادة انتشار الشحنة السالبة وبالتالي زيادة استقرارية هذه الشحنة على الأنيون السالب الآن لنأخذ تأثير cumulative effect تراكم المجامع المعوضة أو الهالوجينات على ذرة الكربون ألفا طبعا زيادة المعوضات يعمل على زيادة الحامضية نجد أن في هذا المثال نجد أن الـ BKA تنقص من الأعلى إلى الأسفل أي الحامض الكاربوكسيلي الذي يحتوي على ثلاثة معوضات من الحامضيته تكون أعلى السبب في ذلك هو تأثير cumulative effect التأثير التراكمي التأثير التراكم بمعنى آخر زيادة المجامع الساحبة للألكترونات يعمل على البتر استابيليزيشي تحسين الاستقرارية الآيون الكاربوكسيليات السالب وبالتالي زيادة الحامضية الآن لنأخذ تأثير زيادة الدستانس المسافة ما بين مجموعة الكاربوكسيلي والهالوجين المعوض نجد في هذا الجدول أن قيمة البكائي تزداد من الأعلى إلى الأسفل أي كلما نزلنا إلى الأسفل تزداد قيمة البكائي وبالتالي تقل الحامضية السبب في ذلك هو ابتعاد الهالوجين أي المجموعة الساحبة حثيا عن ابتعادوا عن مجموعة الكاربوكسيلي وبالتالي التأثير الحثي ينقص رابط بشكل سريع مع زيادة المسافة إذن زيادة المسافة يعمل على زيادة قيمة البكائي وبالنتيجة نقصان قيمة الحامضية وعليه فأن التأثيرات الثلاثة التي أخذناها سابقا هي تأثيرات حثية inductive effect وعادة التأثير الحثي يعمل من خلال أواصر السيجما وهي تكون مؤثرة من خلال الدينستنس المسافة وبعدها عن مجموعة الكاربوكسيلي أي يتم عن طريق السيجما بوند أي نحسب النمبر أوف سيجما بوند عدد أواصر سيجما كلما زادت عدد أواصر سيجما كلما قلت الحامضية الآن لنأخذ حامضية الأروماتيك كاربوكسيليك أسيد حامضية المركبات الحوامض الكاربوكسيليه الأروماتيه وأبسط مثال هو البنزوك أسيد هو الذي يتفكك حسب المعادلة أمامك في الأسفل وبكائي له 4.2 في الحوامض الكاربوكسيلي الأروماتيه لدينا نوعين من التأثيرات من العوامل المؤثرة أولا الاندكتف إفكت واثنين الريزونانس إفكت التأثير الحثي الاندكتف إفكت يجري من خلال أواصر السيجما بينما الريزونانس يجري ويتم من خلال أواصر الباي في الحلقة وهنا الار هي المجموعة المعوضة على الحلقة والتي تؤثر على الحامضية لنأتي إلى التأثير الأول اللي هو الاندكتف إفكت التأثير الحثي ملاحظة إذا كان لدينا حامض كاربوكسيلي أروماتي يحتوي على مجموعة معوضة وهذه المجموعة المعوضة لا تحتوي على لون بيرز لا تحتوي على زوج أليكتروني ولا تحتوي على شيرج على شحنة والتي يمكن أن يعمل لها مع النظام الأروماتي هنا التأثير يكون فقط والذي يؤثر على الأسيدي الحامضية بينما المجاميع الدافعة للأليكترونات هي تزيد من حامضية البنزويك أسيد السبريس تعزز وتراكم الحامضية بينما المجاميع الساحبة للأليكترونات تعمل على تعزيز الحامضية المجاميع الساحبة للأليكترونات إنهاز الحامضية تعزز الحامضية بينما المجاميع الدافعة للأليكترونات السبريس هي تخفض وتقلل من الحامضية بالنسبة للمركبات الأروماتية الحلقية مثال البنزويك أسيد لا يحتوي على أي مجموعة معوضة البيكايلة هو 4.2 بينما على جهة اليسار يوجد في الموقع البارا مجموعة الـ CH3 مجموعة المثل هنا أصبحت البيكايل 4.4 يعني زادت البيكايل إن خفضت الحامضية السبب في ذلك هو الـ Donating الـ Donating تخفض الحامضية عن طريق الـ Inductive Effect بينما المثال على جهة الـ يمين وجود اليوغد في الموقع 3 خفض من قيمة البيكايل واصبحت 3.8 أي زادة من الحامضية سبب في ذلك المجامع الساحبة تعمل على زيادة الحامضية في الـ Inductive Effect عن طريق التأثير الحثي وجود الـ 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 الهالوجينات في الحلقة وتسمناه هاليدات فلوري كلور بروم يود تعمل deactivating للحلقة تعمل على تقليل تنشيط الحلقة وهي مجامع ساحبة عن طريق الـ Inductive Effect وعليه فإن البنزويت أنيون أنيون البنزويت الذي يحتوي على الهالوجيم يكون المور ستيبلايز أكثر من أنيون البنزويت الذي لا يحتوي على الهالوجيم سبب في ذلك يعمل على زيادة الحامضية نسبة إلى البنزويت غير المعوّف لذلك نجد أن الـ الـ برومو بنزويت أسيد المثال أمامك في الأسفل البك إلهه 2.9 وهو أعلى حامضية من الـ 3 برومو بنزويت أسيد وهذا أعلى حامضية من البر يعني في الموقع أورثو أعلى من الميتا والميتا أعلى من البارة وهذه الثلاثة أعلى حامضية من البنزويت أسيد غير المعوض سبب في ذلك هو التأثير الساحب للهالوجينات عن طريق الـ الدكتف إفكت التأثير الثاني أو العامل المؤثر الثاني على الأسيد هو تأثير الـ ملاحظة إذا كان الحامض الكاربوكسيلي أروماتي يحتوي على التأثير الرنيني والتأثير الـ الحثي فأن التأثير الرنيني هو المسيطر وتأثيره يكون أكثر من التأثير الـ والأمثل الأربعة في الأسفل توضح التأثير عن طريق الرزوناس بوجود مجموعة الـ ليش هل تشخصنا الـ تؤثر الرزوناس لأنها تحتوي على زواج الكترونية ممكن أن تتداخل مع الحلقة عن طريق لا موضعية نجد أن المركب على جهة الـ عندما تكون الـ في الموقع الأورثو تأثيرها وحامضيتها أكثر من الموقع بارا والموقع بارا وهذه الثلاثة تكون أكثر من البنزويك أسد غير المعوض هل هنا لماذا الأورثو والبارا والمئتا بهذا الترتيب راح نوضحها بالسلايد التالي وهنا هذا التأثير يكون عن طريق السحب الألكتروني بواسطة رزوناس إفكت بمعنى آخر التأثير الحثي يكون الأورثو مئتا بارا بينما التأثير الرنيني يكون الأورثو بارا مئتا هنا ملاحظ وهي أن أنيون الكاربوكسيلية الناتج من بعد أن فقدان البروتون الذي يحمل شحنه هذا العيون الذي يحمل شحنه سالبة والناتج من تعيون الحومض الكاربوكسيلية الأروماتية يكون أكثر استقرارا في حالة احتوائه على مجاميع ساحب الألكترونات مرتبطة بالحلقة الأروماتية وعليه فالحامض الكاربوكسي الأروماتي الذي يحتوي على مجموعة النايترو يكون سيترونجر أسد حامض قوي أقوى من البنزا وكأسد السبب في ذلك التأثير الساحب القوي لمجموعة النايترو وبالتالي يعمل على زيادة الحامضي هذه التراكب الرنينية توضح التأثير الذي ذكرناه سابقا وقلنا لماذا يكون تأثير الأورثو أعلى من البارا والبارا أعلى من الميتا إذا لاحظ في المثال الأول وهو التراكيب الرنينية عندما تكون مجموعة النايترو مرتبطة في الموقع الثنين أي بالموقع الأورثو نجد أن الشحنة الموجبة موجودة ومتمركزة على ذرة الكاربون رقم واحد والمرتبطة بمجموعة الكاربون العائدة للحامض الكاربوكسيني وبالتالي هذا الشكل يكون يعني يكون ذات استقرارية أعلى من بقية التراكيب بينما في المثال الثالث في الأسفل عندما تكون مجموعة الأنعطو في الموقع بارا أيضا نجد الشحنة الموجبة بداخل الحلقة متمركزة على ذرة الكاربون رقم واحد والمرتبطة بمجموعة الكاربوكسين وهذا الشكل أيضا يكون هيل ستيبل يكون أكثر استقراري بينما في الموقع الميتة لا نجد الشحنة الموجبة متمركزة على ذرة الكاربون رقم واحد وإنما تكون موجودة على موقع اثنين وأربعة وست وهذه التراكيب الرنينية هي التي تفسر وتوضح لماذا تكون حامضية الحلقة التي تحتوي على أن أوتو في الموقع أورثو أكثر من البارة والبارة أكثر من الميتة ترجمة نانسي قنقر